سامية أم عندها خمسين سنة وعندها خالة بتتهم كل اللي حواليها بإنهم عمللها سحر سامية كان بتستغرب قوي من تصرفات خالتها وبتسأل نفسها هي بتعمل كده ليه؟ وليه بتروح للدجالين والصحراء دول وبتمشي ورا كلامهم وبتدفع لهم فلوس كتير؟ سامية شافت خالتها وهي بتتهم أهل جزها الأوليني إن هم عمللها عمل عشان يخربوا بيتها وإن ضرتها بتعمل لها سحر وجيرانها كمان بيسحروا لها بس ما كانش يخطر على بالها إن خالتها هتتهمها هي كمان بالموضوع ده والموضوع ده بدأ لما سامية حست إن خالتها بتعملها وحش تتخانق معاها على أي حاجة فجأة فجأة إن خالتها وبنت خالتها بيشنعوا عليها إنها عملت عمل عشان تخطف عريس منهم وتجوزوا البنتها مع إن العريس كان أصغر من بنت خالتها بحوالي ثمان سنين والسبب إن في دجالة قالت الكلام ده لخالتها وهي مشيت وراها وفضل الكلام السخيف ده يتقال على سامية بين أهل البلد اللي عايشين فيها وبين الأرايب والأهل والعيلة سامية عزمت خالتها وبنتها في العيد الصغير مسكت المصحف وحلفت لهم إن الكلام ده ما حصلش وإنه ظلم وفطرة وطلبت منهم إن يتواجه الدجالة دي بس هم ما سمعوش كلامها ورفضوا المواجهة وأطعتهم وكمان خلانها لما عرفوا أطعوا أختهم بسبب كلامها ودلوقتي سامية تعبانة حاسة إن بالزنب ده يعني بسببها هي حصل أطيعة رحم بين خلانها وخالتها بسببها هي وأمها بتعاتبها إنها مش بتسأل على خالتها أصل سامية ما قلتش لمامتها حاجة عن اللي حصل وسامية دلوقتي بتنام كل الليلة معياتها ومش عارفة توقف كلام الناس ومش عارفة تعمل إيه مع خالتها هم نورانا ومشرفانا دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نقول سامية تعمل إيه في مشكلتها أهلا بيك يا دكتور عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيب مولي هو لسه فيه ناس بتصدق وبتآمن بالسحر للدرجة دي يعني إنه حد من الدجالين يقول قريبي اللي عاملين لي؟ بسيق اللي بيصدق في الحاجات دي هيصدق لو حتى قلوه ممتك اللي عاملاله لأ ما تصدق للممتك؟ كل حاجة في الدنيا بسيق مدام خرجنا عن المنطق وعن الوعي فعلا يعني خالتها دي شخصية خرجة عن الوعي فمدام هي خرجة عن الوعي هي حممكن تصدق أي حاجة طب ليه فيه ناس لسه بتصدق لحد دلوقتي؟ فيه ناس بيبقوا جاهزين جدا 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 لاستقبال الحاجات دي يعني إيه جسمهم مفتوح للتفاهة دي؟ لا مش قصدي جسمهم مفتوح شخصيتهم هي اللي مفتوحة قدمها هم ماشية المايندسات متركبة كده؟ متركبة إنه هو هو البني آدم إمتى من وجهة نظري البسيطة يعني إمتى الإنسان بيرمي بلاه بالبلد دي كده على الناس لما يفشلوا يبقى فاش؟ لما يبقى إنسان أصلا ما يعرفش يشيل مسؤولية حاجة خالص فيه يعني مثل بحب أقوله تاة جيمز ده مؤسس علم البرمجة اللغوية العصبية يعني ده عالم مؤسس علم كبير العالم ده قال قسم البني آدم لنوعين نوع كوز ونوع إفاكت نوع يؤثر السبب آه يعني اللي بيعمل كده نوع يتأثر الكوز ده مين؟ خالتها دي هي الإفاكت اللي هو الناس اللي بتفتري عليها الناس اللي هي اللي هو النوع التاني من الناس فيه شخص فيه اتنين تقدموا الوظيفة يا سالي والاتنين ترفضوا من الوظيفة كويس؟ فيه شخص حيروح قد حيطلع من الانتربيو ويعرف إنه ترفض حيقول إيه بقى؟ بلد كذا وبتاعت شعادات وصايت وانا لو كان ليا ظهر وما هو مش عارفة إيه و وهيرمي كل البلاء وفشلوا على أي حاجة غير إنه يراجع نفسه وحد تاني هيروح يطور من نفسه الشخص التاني اللي ترفض ده هو الكوز بقى أو المفهوض اللي بيأثر ده هو حيروح يقول نفسه إيه هل أنا كنت لابس صح؟ هل أنا تكلمت كويس؟ هل أنا الانجلش بتاعي كم بيرفكت مثلا؟ يطور من نفسه لما تسألت كذا كلا لازم أرد كذا؟ هذا هو اللي بيشيل مسؤولي التصرفه قبل ما يرمي بلاء على الآخر طب السؤال إيه اللي بيخلي ناس كده؟ أيوة إيه اللي بيخلي في ناس كده عايشة وسطينة وناس كده يعمل؟ مش إيه اللي بيخلي ما هو للأسف 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 الناس بقى الإفاكت دول اللي هم عندهم استاند كبير مليان شماعات من دمنها شماعات السحر كلم الناس رأي الناس المجتمع بنتي ما تجوزتش مع مولاها سحر البتاع